السلام عليكم طلاب العزاء درسنا اليوم هو حلم ناقشة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن الصف الثاني متوسط السؤال الأول صفحة 70 لماذا جعلت سيدة خديجة رضي الله عنها ولامها ميسرة في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الجواب صفحة 67 من ورشد ما أفرح ذلك سيدة خديجة إلى ينقل أخباره إلى خديجة رضي الله عنها السؤال الثاني لقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها حبا جمى وضح ذلك معززا إجابتك بالأحاديث الشريفة الجواب صفحة 69 حب رسول الله له من هون الجواب إلى غيرها من النساء إلى هنا الجواب السؤال الثالث تعددت أشكال مواسطة سيدة خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضح ذلك الجواب صفحة 68 وتعددت أساليب مواسطة الرائعة للرسول فمنها ما كان بكلماتها الحنون الطيبة ومنها صبرها على أذى قريش في سبيل الدعوة الإسلامية السؤال الرابع تحدث عن نسب أم المؤمنين عاشها رضي الله عنها وعلمها الجواب صفحة 69 نسبها هذا هو نسبها السؤال الخامس صف شخصية أم المؤمنين عاشها رضي الله عنها وعلمها الجواب صفحة 70 شخصيتها وعلمها هذا هو الجواب إلى من العلوم عنها السؤال السادس استحدث عن جهاد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ووفاتها الجواب أيضا صفحة 70 جهادها ووفاتها إلى والإخلاص اللا وحده وهذا هو الحل أتمنى تكونوا استفادتا من الحل لا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر